توقع خبراء في المجال الاقتصادي أن تسجل موازنة 2019-2020 عجزا يقدر بـ 3.5 مليار دينار حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر أغسطس نحو 60 دولارا للبرميل هناك طريقتين لشرح العجز أن نأخذ الأمور كما تذكرها وزارة المالية وتعتبر أن إرادات النفط هي الإرادات الرئيسية الممولة للموازنة العامة وتعتبر الإرادات الأخرى برسوم وضرائب وسيطة جدا 9% تقريبا تعتبرها إرادات مكملة في علم المالية العامة هذا خطأ في علم المالية العامة لا يحسب إراد سوى ذلك الإراد المتجدد أو الذي يخلق دخل متجدد وبالتالي إرادات النفط تعتبر استهلاك أصل وذلك أذكرك بالتجربة النرويجية 74 أعتبروا أن إرادات النفط لا يحق لهذا الجيل أن يصرفها لذلك حددوا حد أقصى 4% من إرادات النفط تستخدم فقط عند الضرورة أي بلد سقير عنده أمال محاصر بين ثلاث قوة قليمية عظمى يريد أن يعمل بشكل صحيح في سياسة عنصر القوة الموجودة عنده هو المال وبالتالي أحياناً يعني يفترض أن يسترضي آخرين ببعض توزيعات المال أكيد هاجس كبير لإنكان المواطنين أو مقيمين حتى في دولة الكويت وأشقائنا أيضاً لحبون دولة الكويت أن هناك في عز في دولة الكويت بشكل عام طبعاً هنا يجب أن نفهم العملية بعد ما شفنا تقارير خاصة في نهاية شهر أغسطس تشير إلى احتمال نهاية السنة أن يكون عندنا عز حوالي 3.5 مليار دولار كعز موازنة وهذه طبعاً عملية منطقية إذا رجعنا حق طريقة حسبة الموازنة الموازنة في هذه السنة كانت على تقريباً موضوع 55 دولار قيمة سعر البترول الآن بعد نهاية شهر أغسطس لاحظنا أن هناك فيه المعدل ارتفع إلى 60.2 دولار وهذا يعطي إشارة أنه في خففة نسبة العز اللي كانت متوقعة في بداية السنة وهذا شيء إيجابي ترجمة نانسي قنقر